يسعد أوقاتكم جميعاً هذا الفيديو مخصص لكل الراغبين بتقديم طلبات القرع العشوائية للحصول على الإقامة الدائمة بدولة الولايات المتحدة الأمريكية بس خلونا قبل ما ندخل بصلب الموضوع وطرح النقاط اللي لازم تعرفوها أني يعرفكن عن حالي أنا أخوكم خالدون الغطريف مواطن سوري حصلت على الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية عن طريق القرع العشوائية العام 2016 مثل ما أغلبنا بيعرف القرع العشوائية هو برنامج قامت بإنشاؤه وزارة شؤون الدولة الأمريكية من خلال هذا البرنامج تقدر الدولة تمنح 50 ألف تأشيرة للرابحين أو للي تم اختيارهم عن طريق القرع العشوائية ما رح أدخل بتفاصيل كثيرة عن البرنامج ومعهية البرنامج وأهدافه بس بحب أذكر هون أنه هي قرع عشوائية فهي كلها مسألة حظ لكن من تجربة الشخصية فبنصحكم تقدموا كل سنة فأنا على سبيل المثال قدمت طلبات القرع العشوائية لمدة 7 سنين لحد تربحتها فراح أتمنى لكم الحظ الوفير بإذن الله أنكم تربحوا هالسنة خلونا نستغل الوقت ونبدأ نحكي عن كيفية تقديم الطلبات عن طريق الموقع الرسمي للقرع العشوائية ولحتى سهل عليكم المهمة رح أترك لكم الرابط بأسفل هذا الفيديو ومثل ما شايفين على الشاشة أنا دخلت على الرابط اللي هو dvprogram.state.gov بأعلى هذه الصفحة رح نلاقي رسالة ترحبية ضمنها الرسالة ترحبية في معلومة كثير مهمة إلنا اللي هي النافذة الزمنية المسموح من خلال هذا تقديم الطلبات وهو من شوف أنه التقديم الطلبات تبتدى بتاريخ اكتوبر 6 2021 عشرة ستة 2021 ورح ينتهي بنوفمبر 9 2021 11 ساعة بأسفل الرسالة ترحبية متل ما شايفين على الشاشة في عنا زر لرابط صفحة التعليمات تعليمات الدخول أو تعليمات تقديم الطلب entry instructions هذه الصفحة غنية بالمعلومات عن برنامج القرع العشوائية بس ضيق الوقت رح حاول اني ركز على المعلومات اللي احنا بنحتاجها في تقديم الطلبات رح تواجه مباشرة ل DV2023 program instructions مثل ما شايفين على الشاشة ضمن هذا البند في عنا رابط لملف PDF مكون من 21 صفحة رح نتصفح فيه مع بعض لنعرف المؤهلات والشروط والبيانات المطلوبة لتعبية الطلبات ومثل ما ذكرنا سابقا رح حاول اني ركز على الأساسيات فقط وابتداءا بالصفحة الأولى رح نبدأ بطرح موضوع بلد المولد فالولايات المتحدة الأمريكية وضعت قائمة ببعض الدول التي لا يسمح لمواطنيها بتقديم طلبات القرع العشوائية أما ما تبقى من الدول اللي بتعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية الأقل تصديرا للمهاجرين إليها فيسمح لمواطنيها بتقديم طلبات القرع وبإمكانكم الاطلاع على قائمة هذه الدول في آخر أربع صفحات من هذا الملف ولحتى ننتقل للنقطة الثانية واللي هي متعلقة بالمؤهلات العلمية والعملية خليني لخص لكم موضوع بلد المولد بشكل سريع ومبسط فإذا كان متقدم بالطلب من مواليد أحد الدول المذكورة في آخر أربع صفحات فقد استوفى أول الشروط أما بما يتعلق بالشرط الثاني وهو شرط المؤهلات العلمية أو العملية فالموضوع بسيط جدا الحد الأدنى للمؤهل العلمي هو الشهادة الثانوية أو أي شهادة رسمية تثبت أن المتقدم بالطلب قد أكمل مدة 12 عام دراسي من التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي وفي حال عدم توافر المؤهل العلمي فالمؤهل العملي ممكن أن يكون البديل فلو كان المتقدم بالطلب لديه شهادة خبرة لمدة سنتين خلال السنوات الخمسة الماضية في مجال وظيفي مطلوب في سوق العمل الأمريكي فيمكن الاستعاضة عن المؤهل العلمي بالمؤهل العملي ولحتى نتأكد من استفاء شرط المؤهل العملي رح أعمل فيديو مخصص لهالموضوع بسبب تشاعبه ورح أترك الرابط في أسفل هذا الفيديو بعد ما انتهينا من الكلام عن المؤهلات والشروط الموجودة في ملف البي دي اف رح نستمر تصفح فيه لنشوف ما تبقى من البيانات المهمة اللي بنحتاجها أثناء تقديم الطلبات مثل ما شايفين على الشاشة في أعادة تذكير بالنافذة الزمنية رح تنتهي بتاريخ 19-2021 لهالسنة وكمان رح نقرأ بعض الملاحظات الموجودة المتعلقة بكيفية تقديم الطلبات من غير أي مشاكل ورح نبدأها بتأكيد الموقع الإلكتروني المستعمل لتقديم الطلبات واللي هو dvprogram.state.gov مع التذكير بأنه لن يتم قبول أي طلبات غير كاملة وأنه تقديم الطلبات مجاني كمان رح نشوف نصيحة بما يتعلق بالمتصفح المستعمل لتعبئة الطلبات أن يكون آخر إصدار وأن يكون محدث لأنه أي إصدار قديم ممكن يسبب مشاكل تقنية ويسبب بعض العرق لأثناء تقديم الطلبات أما أهم نقطة مذكورة في هذا النص فهي التأكيد على ضرورة تقديم الطلبات بشكل ذاتي وعدم الانتماد على أي شخص أو جهة بتعبئة البيانات لتفادي الوقوع في أي أخطاء ولكن في حال احتاجت أو استعنت بشخص ما لتعبئة البيانات فيفضل أنك تكون موجود بشكل شخصي للتأكد أن البيانات المدخلة صحيحة بشكل كامل وتأكد كمان أنه هذا الشخص يستعمل بريتك الإلكتروني الشخصي لتعبئة الطلب أما بعد الانتهاء من تعبئة البيانات وتقديم الطلب فاحرص على استلام ما يسمى بالconfirmation letter أو الرسالة التأكيدية على استلام الطلب لإحتواءها على الرقم التعريفي الخاص بطلبك هذه الرسالة وهذا الرقم بغاية الأهمية لأننا راح نحتاج عن صدور النتائج لمعرفتها لكنا من الرابح خلونا هلا ننتقل للبيانات المطلوبة لتعبئة الطلب يتمنى من الجميع الحرص على صحة هذه البيانات ودقتها ولسهل عليكم الأمر ونستغل الوقت خلونا نفتح طلب جديد لنشوف كيفية تعبئة الطلب خطوة بخطوة وبنفس الوقت راح نستمر باستعمال ملف البي دي اف كمرجع لنكون متأكدين من انتخانها للبيانات بشكل صحيح بالعودة للموقع الرسمي dvprogram.state.gov راح نبحث عن خانة entry form ومثما شايفين راح نلقيها بأسفل الصفحة ورح يكون فيها زر باللون الأخضر تحت عنوان begin entry أو بدء تعبئة طلب الدخول بمجرد الضغط على هذا الزر راح ننتقل للصفحة راح نطلب من خلالها إعادة إدخال الرمز أو الرقم الظاهر على الشاشة وهذه الخطوة تعتبر كإجراء احترازي لمنع القرصة الإلكترونية بعد الانتهاء من إدخال الرقم بشكل صحيح بالضغط على زر submit راح تظهر أمامنا الصفحة الأولى من الطلب البيانات المطلوبة تعبتها ضمن هذه الصفحة هي كالتالي واحد الاسم الكامل كما هو مذكور في جواز السفر المستعمل في تقديم هذا الطلب ابتداء بlast slash family name أو الاسم الأخير أو اسم العائلة من بعدها الاسم الأول first name ومن ثم الاسم الوسطي in widget middle name وخلوني عند هذه النقطة ذكر الاسم الأب لا يمكن اعتباره الاسم الوسطي إلا إذا كان اسم الأب مدمج بالاسم الأول في جواز السفر وفي حال عدم وجود اسم وسطي فلازم نضغط على المربع الموجود أسفل خانة الاسم الوسطي لحذفه من الطلب وبإمكانكم قيام بذات الخطوة في حال عدم ذكر الاسم الأول في جواز السفر في حالات نادرة ولا اقتصر على الاسم الأخير أو اسم العائلة وهذا بيعتمد على شو مذكور بالضبط ضمن جواز سفركم بعد الانتهاء من تعبئة بيانات الاسم راح ننتقل لجنز رقم اثنين الجنز محدد بذكر ميل أو أنثى في ميل رقم ثلاثة تاريخ الميلاد حسب ملف البي دي اف مذكور أنه تاريخ الميلاد يجب إدخاله بابتداء باليوم ثم الشهر ثم السنة ولكن حسب الطلب يختلف الموضوع حيث يطلب أولا الشهر بعدها اليوم ومن ثم السنة فلحتى نتجنب أي مشاكل بتمنى من الجميع يتأكدوا من هذه النقطة رقم أربعة ستي ويري وير بون أو مدينة الميلاد أين ولدت في أي مدينة هذه المعلومة لازم تكون مطابقة لما موجود بجواز سفر تحت ما يسمى بمكان الولادة أو مدينة الولادة أو حسب ما هو موجود بشهادة الميلاد إذا لم يكن مذكور أي بيانات متعلقة به الموضوع في جواز السفر خمسة country where you were born أو بلد الميلاد بلد المولد حسب كمان ما هو مذكور في جواز السفر أو في شهادة الميلاد ستي country of eligibility for the DV program بما معنى الدولة اللي بتأهل صاحب الطلب للتقديم على DV program أو القرعة العشوائية وهون يعاد التذكير بأن برنامج القرعة العشوائية يعتمد حصريا على بلد المولد أو بلد الميلاد وليس على بلد الإقامة أو الجنسية فإذا كان المتقدم منكم يعتمد على بلد المولد فالجواب على السؤال المذكور تحت هذه النقطة هو yes أما لو كنت تريد تقديم الطلب محتمدا على دولة غير بلد الميلاد فيرجى التواصل ناعم وبشرة على البريد الإلكتروني المذكور في أسفل هذا الفيديو لنناقش الخيارات المتاحة أمامك سبعة جواز السفر تحت هذا البند يوجد شقين الشق الأول A في حال وجود جواز السفر ساري صلاحية ويرجى تعبئة البيانات كما هي موجودة في جواز السفر الاسم كما ذكرنا تفاصيله في بداية هذا الطلب بعدها رقم جواز السفر وتاريخ انتهاء صلاحية هذا الجواز أما بما يتعلق بالشق الثاني B فهو للمتقدمين ممن لديهم بعض الحالات الاستثنائية اللي ما بتسمح لهم بالحصول على جواز السفر والمحصورة بالخيارات التالية البدون ممن لاجنسي لهم مواطني الدول ذات الحكم الشيوعي التي لا تسمح لمواطنيها بحصول على جواز السفر أو لأي متقدم لا يستطيع الحصول على جواز السفر ولديه عفو أو تسهيلات أو إذن خاص من مكتب الأمن القومي الأمريكي أو وزارة الشؤون الدوري الأمريكية سورة صاحب الطلب تحت هذا البند يوجد لدينا رابط مهم رح يساعدنا بمعرفة الشروط المطلوبة للصورة الشخصية للمتقدم بالطلب فخلونا نلقي نظرة على أهم النقاط اللي لازم نركز عليها وهي كالتالي أن تكون الصورة حديثة وأن لا تكون أقدم من ستة أشهر أن تكون الخلفية ضيضاء أن تكون ملامح الوجه واضحة وأن يكون الوجه مواجه للكاميرا بشكل مباشر أن لا يرتدي صاحب هذه الصورة أي شيء يغطي على ملامح الوجه إلا إذا كان في سبب صحي يمنعه من ذلك على سبيل المثال نظارة طبية إذا كان وجود النظارة الطبية شيء حتمي بسبب ظرف صحي فيمكن غض النظر عن هذا الموضوع أي شيء يغطي الرأس ممنوع ما عدا أي شيء يرتديه الشخص لسبب ديني كالحجاب على سبيل المثال بالإضافة ممنوع وضع سماعات تغطي شكل الرأس ما عدا إذا كانت هذه السماعات ذات استعمال طبي اليونيفوم أو الزي الرسمي يمنع الزي الرسمي إلا إذا كان هذا الزي هو الزي يرتديه بشكل يومي كالدجتاشة على سبيل المثال عند أهلنا في الخليج أن لا يتجوز حزم الصورة 240 كيلو بايت أن لا تكون أبعاد الصورة أصغر 600 بيكسل ب600 بيكسل وأن لا تكون أكبر من 1200 بيكسل ب1200 بيكسل أن يكون قياس الرأس في الصورة ما بين إنش وإنش وثاث أثمان ما بين 22 مليمتر و35 مليمتر هذه النقاط كلها لازم تأخذوها بالحسبان لتطلع الصورة أو تكون الصورة مقبولة عند تقديم الطلب وبصراحة هذا الرابط في الكثير الكثير من المعلومات بما يخص الصورة وهناك الأمثلة العديدة للصور المقبولة والصور غير المقبولة كما يوجد أحد الأدوات اللي هي الفوتوتول سوف يجعلكم تتأكدوا إذا كانت صورتكم مطابقة للشروط من خلال تحميلها على الموقع وفحصها للمعرفة إذا كانت هذه الصورة أحدا قبل في الطلب أو لا بعد الانتهاء من الصورة سنتقل لرقم 9 وهو العنوان البريد وضمن هذا البنت لدينا العديد من البيانات المطلوبة لمعرفة طريقة مراسلة الشخص بعد نجاحه بالقرعة العشوائية وهذه البيانات كما هي مذكورة بالتسلسور سنبدأها بـ A إن كير أوف والمقصود هنا هو اسم الشخص الذي تريد أن يذكر اسمه على المراسلات البلدية المستقبلية في حال ربحت القرعة العشوائية وهنا علينا الذكر أن ملء هذا سطر خياري وبإمكانك تجاهله أو وضع اسمك الشخصي وهو العنوان الوريدي الخاص بك وغالبا ما يكون مكونة من رقم المبنى واسم الشارع وهو خياري وهو مخصص لأي عنوان تفصيلي كرقم أو رمز الشقة إذا كنت تسكن في بناء متعدد الشقة دي ستي سلاش تاون اسم المدينة أو البلدة الموجود فيها هذا الأنوان اي ديستريك كاونتي المحافظة أو المقاطعة الرمز البريدي والزيب كود وهو الرمز البريدي للمنطقة وهو بإمكانكم تضغطوا على المربع أسفل هذا السطر لتجاهل هذا السؤال في حال عدم تواجد رمز بريدي للمنطقة التي تسكن فيها أخيرا وليس آخرا جي كانتري وهون عنا قائمة طويلة من أسماء الدول التي يمكن تختار منها اسم البلد اللي فيها هذا العنوان البريدي السؤال رقم عشرة كانتري وير يولغ أو بلد الإقامة رقم 11 رقم الهاتف وهو خياري بإمكانك أن تضعه بإمكانك أن تتجاهله رقم 12 هو بريد الإلكتروني ومثل ما ملاحظين مطلوب منه إدخال بريد الإلكتروني مرتين للتأكيد من صحة المعلومات ومثل ما ذكرنا في بداية هذا الفيديو في حال قام شخص ما بتعبئة هذا الطلب بالنيابة عنك فأحرص على أن يقوم هذا الشخص بيدخال بريد الإلكتروني حصريا رقم 13 ما هو أعلى تحصيل علمي قد حصلت عليه لحد يومك هذا وهون عنا قائمة من الخيارات المتعددة لإختار من بناتها في عندك primary school only أو التعليم الإبتدائي أو التعليم الأساسي فقط عندك high school no degree وهو تعليم الثانوي ولكن من غير شهادة في حال أتممت التعليم الثانوي ولكن لم تحصل على الشهادة high school degree شهادة تعليم الثانوي vocational school أو التعليم المهني أو التعليم الحرفي some university course بعض الكورسات الجامعية أو بعض السنين الجامعية ولم تحصل على شهادة التخرج university degree شهادة الجامعية some graduate level course هي ما بعد التخرج كبعض الكورسات في التعليم العالي master degree شهادة ماجستير some doctorate level courses وهي بعض الكورسات فيما يتخصص بالدكتوراه and doctorate degree وهي شهادة الدكتوراه نرجع نذكر هون أنه أقل مؤهل علمي مطلوب هو الشهادة الثانوية في حال عدم وجود الشهادة الثانوية فهذا يتطلب سنتين خبرة خلال السنوات الخمسة الماضية في واحدة من المهن المطلوبة في سوق العمل الأمريكي هذا الموقع ممكن من خلاله تبحث عن المهنة اللي ابتهنتها واللي عندك سنتين خبرة فيها وتشوف إذا هي مطلوبة في سوق العمل حسب بعض الشروط رقم 14 what is your current marital status ما هو الوضع العائلي الحالي وعننا كمان هون خيارات متعددة رح أذكرها جميعا unmarried أعزب أو متزوج married and my spouse is not a US citizen or a US law for permanent resident LPR وهي معناتها أنه متزوج والزوج أو الزوجة ليس لديهم جنسية أمريكية ليس لديهم إقامة دائمة في أمريكا الخيار الثالث married and my spouse is a US citizen or a US lawful permanent resident وهذا معناه أنه متزوج والزوج أو الزوجة لديهم الجنسية الأمريكية أو عندهم إقامة دائمة في أمريكا divorced, مطلق, widowed, أرمل, legally separated وهو الانفصال القانوني بطلب من محكمة مع بقاء الزواج في هذه الحالة يجب تعبئة بيانات الزوج أو الزوجة مع العلم أنهما لن يحصلوا على الإقامة الدائمة في حالة ربح المتقدم بالطلب وذلك بسبب وجود طلب المحكمة بالفصل أو الانفصال فالبيانات المطلوبة بما يخص الزوجة أو الزوج هي فقط للأرشيف ضمن ملف المتقدم النقطة الأخيرة في هذه الصفحة رقم 15 number of children أو عدد الأبناء والمطلوب هنا عدد أبناء المتقدم ممن هم غير متزوجين وتحت سن الواحدة والعشرين ويشمل هذا الطلب أبناء المتقدم البيولوجيين وأي أبناء تم تبنيهم بشكل قانوني ومسجل أو أبناء الزوج أو الزوجة من زواج سابق وللتنويه فإنه يجب تسجيل بيانات كل الأبناء المشمولين بالشروط السابقة حتى لو أنهم لن يقوموا بالسفر هذه البيانات للأرشيف أيضا وأنه في حال خالف المتقدم هذا الموضوع أو هذه النقطة فإنه من الممكن أن يؤثر على طلبه بهذا أكون قد انتهيت من بيانات الصفحة الأولى من هذا الطلب وعند الانتقال إلى الصفحة الثانية سيكون أكمال الطلب بسيط ومشابه لإدخال البيانات للمتقدم الأساسي بهذا الطلب فعلى سبيل المثال إذا ذكر المتقدم أنه متزوج في الوضع العائلي فسيطلب منه في الصفحة الثانية إدخال بيانات الزوج أو الزوجة وذات الشيء سينطبق على الأبناء وهكذا أكون قد شملت معظم النقاط المطلوبة للتقديم على طلب القرع العشوائية وأتمنى أن أكون لم أنسى أي من النقاط الأساسية في هذا الطلب وفي حال كان هناك أي خطأ أو نقص فيما ذكرت خلال هذا التسجيل فأتمنى أن تعذروني فهذا الفيديو هو أول تجربة لي على اليوتيوب أرجو من الجميع ترك أي ملاحظات أو أسئلة في التعليقات وسأحاول بإذن الله قدر استطاعتي بالرد على أسئلاتكم وتعليقاتكم أتمنى التوفيق للجميع والحظ الوفير وعسى أن ألقاكم بفيديو آخر إن شاء الله تحياتي ترجمة نانسي قنقر